في حي الكرامة بمحافظة ميسان تعيش عائلة المواطن العراقي رحيم عليوي في أحلك الظروف حيث لا يتوفر السكن المناسب ولا مصدر للرزق وفوق هذا وذاك ما يعانيه فلدة كبدهم الطفل أحمد من مرض منعه أن يعيش طفولته أنا أشد وعاني من هذا المريض اللي صال لي تسع سنوات عاني من عدة ما خليت وزارة ما خليت دائرة ما خليت دائرة حكومية وزارة حكومية ما رحت لها ما سوى لحل إليه وهذا الطفل فلوان عمري تسعة وخمسين سنة لا أعدي راتب لا أعدي معين لا أعدي سبب تعيشه لا أعدي فدملك لا أعدي مبلغ من المال أو أطلعه أو عالجه أبو أحمد طرق أبواب جهات حكومية عديدة بحثا عن مساعدة تخفف عن كاهله ثقل تكاليف علاج ابنه الباهضة لكن دون أي جدوى والله العظيم مليت ما خليت بكان مره مدهي الطب رحت وزارة الصحة رحت ما حد استقبلني ولحت سفر ابني وهذا العلاج ماله غالي وأريد أنا سبوبة عيشة للطفل والتقارير موجودة ومستمسكاتي موجودة هذا التقرير مال بغداد لجنة الطبية اللي قررت سفره خارج العراق فما سفروني كلفني سبعمية وخمسين سبعمية وخمسين سبعمية البغداد بس السفر الوحدة وبالشهر أروح مرتين لأن علاج هذا ما يكفي شهر واحد بالشهر هاي أربع قطرات الله شاهد القطرة وصلت مئة دولار هاي أخوان هاي القطرة وصلت مئة دولار وأنا لا حول ولا قوة يعني حتى راتب ما عدي الله شاهد ورد الناس الخيرة الطيبة الناس اللي يشوف من أبعد المكان وأقرب المكان يشوف حالتي هو ضيق الحال ما دفع أبو أحمد لمناشدة أهل الخير علّه يجد عندهم ما عجزت حكومة الكاظمي ومن سبقتها من حكومات ما بعد الاحتلال عن تقديمه لأبناء العراق المنكوب بمآسيه المتراكمة